الحقيقة، النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا 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 كانت فيه جلسة، الحقيقة أنا كنت متوجد شرفت بحضورها طبعا والمشاركة فيها كانت فيه المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر كانت هذه الندوة لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي اللي أعدها المجلس وكان عدد كبير جدا جدا من رموز الرياضة في مصر وفيه الجميع كان متواجد والجميع كان بيتكلم عن شيء واحد فقط كيفية البعد عن التعصب أهمية البعد عن التعصب والموضوعية في التناول الإعلامي وهو دا دايما اللي بنطالب به دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهل الموضوعية في التناول الإعلامي في الأحداث الرياضية ودعم كرة القدم المصري والمنتخب المصري أنا تذكرت الحقيقة الدعم الهائل والكبير لمنتخبنا الوطني الكل كان على قلب رجل واحد الكل كان آه ودي السياسة بتاعتنا هنا في النادي عمرنا بنتعرض لحد لما جدا نتكلم دايما أي قناة قوية في العالم بتعمل ايه؟ بتدافع عن ناديها وعن الأخطاء اللي بترتكب ضد ناديها ودايما احنا بنعمل كده وحنظل نعمل كده وقلنا هذا الكلام وبكل أدب واحترام بدون اللجوء إلى أي ألفز كده ولا كده ودايما الأداء يكون منضبط لأن دي سمة النادي الأهلي بالمناسبة والنادي الأهلي لما بيجي يتكلم دايما بيتكلم بهذا الإسلوب فعشان كده أنا كنت سعيد جدا 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 الحقيقة أستاذ كرم النهاردة اتكلم وكل الناس اتكلم اتخيل لما تبقى قاعد في وسط قامات كبيرة جدا في الإعلام الرياضي للأستاذ حسن المستيكا مش عايزة تتكلم على أسماء بعينها لأنه كل الأسماء الخاصة بالإعلام الرياضي أو اللي بيتكلمه في الإعلام الرياضي سواء في الإعلام المرئي أو المسموع كانوا موجودين في هذه الجلسة والكل تكلم والكل قال كلام كله كله وكلها وجهات نظر في النهاية مدونة أو تم إضاع أو وضع مدونة سلوك حيبتدي الفترة اللي جاية تبقى هي الأساس في كل شيء تبقى هي الأساس في كل شيء لأنه مهم جدا 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 الحقيقة الفترة اللي جاية يكون هناك تقارب دائم موجود ما بين كل الجميع لأنه مساندة المنتخب وهي يا جماعة مساندة المنتخب ده أمر مفروغ منه مساندة المنتخب ده أمر مفروغ منه مساندة المنتخب دي واجب وطني يعني ما ينفعش حد يخلع منه يروح كده ولا كده وشفتوا حضراتكم قناة حتكلم عن قناة النادي الأهلي شفتوا قناة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت ومن قبلها من قبل أمم أفريقيا وحتى نهاية هذه البطولة من أول تعيين كارلوس كيروش وإحنا دائما ما بينكون في ظهر المنتخبنا الوطني دائما الناس كتب بتتكلم بيقول لك أصل النادي الأهلي وبيقول كذا عمر من النادي الأهلي دائما النادي الأهلي بيضع الواجب الوطني قبل أي شيء قبل نفسه قبل أي شيء وده مش كلامي حضراتكم سمعته كابتن خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو بيتكلم في هذا الأمر قال لك مصلحة مصر أولا وبعد كده نشوف وأنا رايح ألعب كاس على مقادي فبالتالي ده ما ينفعش نتكلم فيه ونقعد نقوله كل شوية لكن إذا كان هناك بعض الأمور الخاصة بينا بنقولها بعض الاعتراضات بنقولها وبنقولها وبنتكلم فيها مع حضراتكم دائما على الهوى بس لما بجأتكلم أنا بتكلم أنا شخصيا والحقيقة وكل الناس اللي موجودة في القناة بتكلم بموضوعية وبأداء منضبط وده الإسلوب اللي دايما نتعلمناه من داخل النادي الأهلي فهو ده اللي احنا دايما هنفضل ماشيين عليه فأنا سعيد جدا 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 بهذا الاجتماع الرائع الحقيقة اللي ان شاء الله تشوفه نتائجه خلال الفترة اللي جاية كمان أنا شخصيا كنت معه إنه لا هناك تطور في الإعلام الرياضي وجهة نظري كانت كده إنه لا الناس بتارت الألفاظ تتبدل حتى لو كان هناك انتقاد ممكن نكون أنا بانتقد أحد الزملاء أو الزملاء بينتقدونها أو أي شيء من هذا الأمر ولكن على الأقل هناك احترام في الانتقاد بمعنى اللي عايز انتقد ينتقد واللي عايز يقول رأيه يقولها يقول رأيه ولكن في النهاية يجب أن يكونوا الاحترام biosائد ما بين الجميع والاتفاق على شيء واحد هو منتخب مصر الاتفاق على شيء واحد هو مصلحة مصر أنا آسف كمان بيش منتخب مصلحة مصر ومنتخب مصر فهو ده اللي تم الاتفاق عليه أنه هو هيحصل خلال الفترة جاه والمدونة موجودة موجودة وحنتكلم عنها دائما لأنها يعني بالنسبة لنا احنا هي الأساس في كل شيء في قناة النادي الأهلي لأنه ده الاسلوب اللي دايما بنمشي به داخل النادي الأهلي